أهلاً وسهلاً بكم أصدقائي العزاء في حلقة جديدة لهذا الأسبوع معكم أخوكم هاشم العلوي وقبل أن نبتدي الحلقة حبيت أقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير وألف ألف مبروك للفائز بالماكروفون اللي سوينا عليه السحب ليلة العيد إن شاء الله من خلال دعمكم الدائم نقدر نقدم لكم المزيد من المفاجآت في الفترة القادمة اليوم راح نستعرض 20 نعم 20 بلغين تقدر تنزلهم اليوم بالمجان وخلكم معاي إلى نهاية الفيديو لأنه في بلغين إضافي أنا متأكد إنه راح يعجبكم كالعادة قبل أن نبتدي الحلقة لا تنسون تعطونا الزر اللايك وتشتركون في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم الحلقات الجديدة أولاً بأول قائمتنا اليوم راح تنقسم إلى قسمين قسم الآلات أو اللي اسمها الـ VST Instruments وقسم المؤثرات الصوتية أو الأفكت كل الروابط لهذه البلغينز بتلاقوها موجودة في وصف الفيديو ونبتدي الحين بأول بلغين في قسم الآلات الموسيقية أول بلغين عدنا اليوم من شركة Raw Voltage وهو بصراحة بلغين غريب شوية لأن الأصوات اللي فيه مصدرها النويز اللي عادة يكون شيء غير مرغوب فيه في عالم الهندسة الصوتية أو الموسيقى بس قدرت الشركة أنها يتوظف هاي النويز بطريقة جداً مبتكرة تخليك تقدر تسوي إيقاعات أو أصوات بيز مختلفة فقط من خلال هاي النويز ننتقل الآن إلى البلغين الثاني وهو من شركة Output المعروفة بإنتاج البلغينز جودتها جداً عالية وقبل فترة بسيطة الشركة طرحت في السوق النسخة المجانية من برنامج Signal هاي البلغين هو نقطة انطلاق جيدة للتعرف عن النسخة الكاملة من هاي البرنامج تطلق هاي النسخة أكسس على كل الخواص الموجودة في البرنامج الأصلي إضافة إلى مجموعة صغيرة من الأصوات تقريباً أربعة جي بي مقارنة بأربعين جي بي موجودة في النسخة الكاملة من البرنامج والنسخة المجانية تشتغل على برنامج Contact الإصدار المجاني أو اللي اسمه Contact Free رقم ثلاثة في قائمتنا هي Soundpack من شركة Native Instruments المعروفة هاي مو بلغين بل هو عبارة عن Soundpack مقدم بشكل مجاني تشجيعاً للجيل القادم من المنتجين للإناث أو البنات طبعاً الهدف وراء هاي الحركة من الشركة هي تسليط الضوء على موضوع قلة وجود المنتجات الإناث طبعاً الهدف جداً جميل وأنا أدعمه بكل قوة وبكل تأكيد ننتقل لرقم أربعة في قائمتنا وهو اشتراك مجاني لمجموعة آلات موسيقية من شركة Orchestral Tools اسم هاي الاشتراك هو Sign Factory طبعاً شركة Orchestral Tools هي الشركة اللي عطتنا بلغين Metropolis Arc المشهور رقم خمسة من قائمة الآلات الموسيقية هو من شركة New Softing واسمه Sina وهو عبارة عن Synth Plugin تجدر تستخدمه مثل أي Synthesizer عادي فيه أدوات تحكم كثيرة والأصوات اللي موجودة فيه أصوات جداً رائعة ننتقل إلى البلغين رقم ستة في قائمتنا اليوم من شركة TAL واسمه TAL U62 وهو عبارة عن آلة تشبه في شكلها ومواصفاتها من الجونو سكستي سنث طبعاً تم تصميم هاي البلغين ليعطينا أصوات مشابهة للجونو سكستي سنث المعروف الآلة المجانية رقم سبعة في قائمتنا اليوم هي من شخص وليست من شركة اسم مطور هذه الآلة هو مارتل لودرز والآلة اللي يقدمها هي PG8X واللي تم تصميمها عشان تكون مشابهة إلى جهاز الرولند JX8P رقم ثمانية في قائمتنا هو ليس بالتحديد آلة موسيقية ولكن هو عبارة عن مجموعة أصوات ومؤثرات صوتية مجانية تم تسجيلها في أحياء مدينة لوس أنجلوس والأصوات هذه تجمع بين أصوات الناس في الشوارع والسيارات وبشكل عام أصوات المدينة تجد تستخدم هاي الأصوات في أعمالك المختلفة وآخر آلة موجودة عندنا في هاي القائمة هي آلة كمان مجانية من شركة Sample Science وهي عبارة عن صح آلة كمان الحلو في هاي الآلة أن حجمها جدا صغير فما راح تاخذ مساحة كبيرة من ساعة تخزين اللي عندك في الجهاز قبل لا ننتقل أصدقائي إلى القسم الثاني من القائمة أحب أخبركم عن دورة الهندسة الصوتية المجانية اللي أتمنى من الجميع أن يشترك فيها اليوم الدورة فيها معلومات راح تفيدك في بدء رحلتك في عالم الهندسة الصوتية بشكل صحيح راح أخلي رابط الاشتراك في وصف هاي الفيديو ننتقل الآن إلى القسم الثاني من قائمتنا وهي قسم المؤثرات الصوتية أو أول بلاجين موجود عندنا في هاي القائمة هو من شركة يوهي واسمه بروتو فيرب ومثلما توقعته هو عبارة عن ريفرب إفكت قوي وصوت على الآلات خاصة الآلات الوترية جدا جدا رائع ثاني بلاجين في هاي القسم هو من شركة Voxingo وهو ستيريو وايدنر شغلته هو توسيع المسرح الصوتي أو الستيريو فيلد ويقدر حتى يعطينا أصوات سيراوند بشكل جيد البلاجين متوفر على أجهزة الماك والويندوز هذا البلاجين اللي شايفينه قدامكم هو من شركة آيزوتوب المعروفة اسمه Vocal Doubler وشغلته بكل بساطة هو تدبيل صوت الفوكيلز عشان يعطينا قوة وعمق في صوت الغناء أنصحكم يا جماعة أنكم تجربون هاي البلاجين اليوم البلاجين رقم أربعة في هاي القسم هو من شركة Slate المعروفة واللي تقدم أيضا مجموعة من البلاجينز بشكل اشتراك شهري اسم هذا البلاجين هو Fresh Air وهو عبارة عن Dynamic High Frequency Processor يفتح على الصوت بدون إضافة أي تشويش أو نويز على الصوت بأي شكل من الأشكال ننتقل الحين إلى البلاجين رقم خمسة في هاي القسم وهو TDR Molotok من شركة Tokyo Dawn Records وهو عبارة عن Dynamic Compressor تجير تستخدمها على آلة وحدة أو تستخدمها على الميكس بس عشان يجمع أو يلصك كل التركات الموجودة في الأغنية مع بعضها البعض البلاجين هذا أكيد مر عليكم من قبل واسمه PTEQX من شركة Ignite Amps وهو طبعاً إيكولايزر مشابه لإيكولايزر بلتيك المشهور في استخدامه في أكبر استوديوهات العالم البلاجين السابع في هاي القسم هو من شركة Glitch Machines واسمه Fracture وهو Effects Processor شغلته هي أن يعطينا أصوات مثل أصوات الروبوت تجير طبعاً تستخدمها على الآلات الموسيقية المختلفة أو حتى على الدرامز شركة Flux Audio قدمت لنا هاي البلاجين الثامن في قائمة المؤثرات الصوتية واسم هاي البلاجين هو Bittersweet Version 3 وشغلته هي Transient Processor يقدر من خلال زر واحد أو ناب واحد أنه يضيف Transients على الآلات المختلفة تقدر تخليه في جهة السويت عشان تخفف من حدة هذه الترانزينت أو تخليه في جهة البتر عشان تكون الترانزينت واضحة بشكل أكبر البلاجين رقم 9 في قائمة المؤثرات الصوتية المجانية هو أيضاً Transient Processor اسمه Diablo Lite من شركة Simatics وهو مصمم بشكل خاص للاستخدام على الإقاعات تقدر من خلال تحصل على الصوت الكيك القوي أو سنير واضح عاشر بلاجين في هاي القسم ورقم 19 في قائمة البلاجين المجانية هو من بلاجين بوتيك وهو عبارة عن ديلي من شركة Tal الحلو فيه أن تقدر تتحكم بصوت الدلي نفسه فتقدر تخليه يكون نظيف أو تقدر تخليه يكون عليه نويز أوكي هذا البلاجين يا جماعة الحين هو من شركة Baby Audio واسمه Magic Dice وهو عبارة عن Reverb Delay Modulation Plugin فكرة هاي البلاجين هي أنه يعطيك الهام أو Creativity بمجرد أنك تضغط على صورة الدايز فيعطيك أعدادات المؤثرات الصوتية بشكل عشوائي عشان تجربها على الأصوات اللي عندك في العمل أوكي شباب تتذكرون في بداية الفيديو قلت لكم خليكم معايا لنهاية الحلقة لأنه فيه بلاجين أنا متأكد أنه رح يعجبكم هذا البلاجين أنا صراحة جربته وجداً حبيته وهو من شركة Acoustica واسمه Eminence هاي البلاجين يعطينا Channel Strip كامل بالPreamp والEQ والCompressor والحلو فيه أنه مصنع عشان يعطيك صوت أفضل طريقة أني أوصفها بي أن الصوت يكون كريمي طبعاً أنصحكم تجربونا وتعطوني رأيكم في التعليقات وهذه يا أصدقائي قائمة بأكثر من 20 بلاجين مجانة تقدرون تنزلونها اليوم بالمجان وتستخدمونها في أعمالكم المختلفة إذا عندكم أي استفسارات اكتبوا ليها في تعليقات هاي الفيديو وجميع روابط البلاجينز موجودة تحت في وصف الفيديو أتمنى عجبكم الفيديو أصدقائي لا تنسوا أن تعطونا اللايك وتشتركوا في القناة وتشاركونا مع كل أصدقائكم المحبين لهذا المجال حول العالم أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة